السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عم لطيف سعيد من مدونة كريزينت في شرح تاني معنا بإذن الله في شرح جديد والنهاردة هيكون شرحنا عن طريقة حرق أو نسخ نظام لانيكس اللي هو أوبيتون على الفلاشة اليو اس بي أو على الاستوانة سي دي دي في دي احنا كان هنا شرح فاتئة بي كده حاولة كل ما تريد معرفته على نظام لانيكس وشرحنا نظام لانيكس بشكل مبسط جدا وشرحنا مميزات وايوب وكل شيء والتحديثات الجديدة الوسط اللي هو على نسخة أو على توزيعة أوبيتون لكن النهاردة هنشرح طريقة نسخ النسخة أو حرق النسخة على استوانة أو على يو اس بي اتمنى حضرتكم لو انتم متنسوش تعملوا لايك لصبحتنا على الفيسبوك ما انتم جانب متنسوش تشتركوا اهم شيء على قناة كريزينت على اليوتيوب عشان شوف اجدل شرحات أول بأول ما كمان متنسناش على تويتر وما تمسناش اهم شيء برضو على جوجبلاس والاشتراك في القاملة البردية الخاصة بنا اول حاجة احنا محتاجين هنا اللي هو تحميل نسخة أو توزيعة أوبيتو الخاصة بلانيكس اول حاجة هتلاقي اللينك او هتلاقي الرابط جوا الموضوع نفسه فاولا ما ندوس عليها هتراح دايز جيت أوبيتون هتراح دايز هنا وهتستنى لحد اما يتوجه معاك هتلاقي عندك النسخة دي اللي هو أوبيتون ديسكتوب هتراح دايز عليه هيظهر معاك نسختين النسختين دوله عموما اللي هو الالتي اس والأوبتون العادي أو النورمال فعموما نحن خلينا في النورمال لان الالتي اس ده او الاصدار التبوزيع الخاص بي وليه وظائف تانية دي ان شاء الله هنشرحها بعدين لكن خلينا في الجديد تمام خلينا في الجديد والسهل برضو هنا هتختار اللي هو لو انت عندك الرماية اقل من 2 جيجا يفضل ان انت تحمل 32 لو انت عندك رماية 3 جيجا او 4 جيجا فيما فوق فيفضل تحمل 64 لكن لو انت عندك رماية 2 جيجا فيما تحت تمام حمل 32 فعموما هنحمل 64 بعد كده ادوس داون لود بعد ما ادوس داون لودة اي راح متوجه معايا بصفحة ثانية هيتحمل معايا بعد ما اتحمل معايا هيكون عندي بالشكل ده تمام هو هيتحمل معايا بصغط ايزو بشكل عام هيتحمل معايا بصغط ايزو بشكل عام بالشكل ده تمام بالنسخة بتاعته طيب ازاي حرقوا على فلاشة؟ اول حاجة لازم توصل الفلاشة على الجهاز بعد كده تفرمت الفلاشة عادي جدا بس هتفرمتها ال 32 زي ما احنا شرحنا يا و هتروح هنا متوجه للبرنامج ده تمام وهتحمله اللي هو برنامج ده و ظفته انه بينسخ النظام او بينسخ اي نظام كويندوز او لانيكس او اي نظام اى ان كان بنسخة اي بابسيطة اي بازالة يقدر انسخها على الفلاشة او على الصدوانة هتدوس هنا تحميل تمام بعد كده بعد ما تحمله هيبقى عندك تحت بالشكل ده تمام هيبقى عندك بالشكل ده او لما يتحمل اروح فتحينه عادي جدا اروح دايسين ياس هيظهر عندنا بالشكل ده طبعا هيبقى عندك زهر باللغة العربية عادي جدا نتأكد ان الفلاشة متفرمطة تمام بعد كده اروح جايين ودايسين هنا اهو لو انت عندك يو اس بي هتلاقي عندك ان هنا ارل يو اس بي لو انت مواصل دي في دي او مواصل استوانا او حاطة استوانا فاضية فهتلاقي هنا عندك زهر ان استوانا تمام لو انت برضه عايز باللغة العربية هتيجي على اللغة القرى الارضية دي وتختار اللغة الخاص بيك والمفضلة اللي جميل انت تفهمها اكتر يعني هننسيب كل حاجة زماعية هنا هو 32 كل شيء زي ما هو باين كده هو بعد كده هنروح مختارين النسخة تمام الروح دايسين هنا هو ابريل بعد كده الروح دايسين ابدأ هتظهر لنا اللي هو تحذير ستم تدمير كل بلايات الموجودة على اساس انه يفرمط يعني نزع لنا تفرح دايسين اوك ونستنى لحد ما يخلص ونرجع لكم مرة تانية وبعد ما خلص طبعا تلاقي عندك بالشكل ده لو دخلنا مثلا على الفلاشة اللي عندنا بالشكل ده طيب احنا دلوقتي هنتوجه للجزء الثاني بالشارح وهنصور الشاشة طبعا لان هعمل اعدة تشغيل وهتبع معي حتى هتكلل الفلاشة اللي يو اس بي متوصل بكم كدر زما هي بعد كده هنعمل ريستارت او اعدة تشغيل ونرجع لكم مرة تانية وطبعا نتواجه للتراية التانية اللي هو الخطوة التانية هنروح اعمل لنسخة اللي عندك اي ان كانت تمام هنعمل ستارت في حاجة على فكرة ساعة ما النسخة اللي عندك وخاصة واندو ساعة ما تعمل ستارت تحاول تخش على المينيو بوت المينيو بوت ده اللي هو مثلا انت تقدر منه تفتح المينيو او البوت عندك في السيستم نفسه بتاع البورد ده فلو انت كانت عندك البوردة جيجا بايت هتدوس F9 ولو انت كانت عندك البوردة MSI هتدوس F11 زي ما انا بعمل كده هوا تمام لا واللاب انا ما اظن شو بقى على حسب نوع بوردتك ايه لان انا ما اعرفش كل نوع البوردات فساعة ما يفتح عندك المينيو بوت اللي باب بشكل ده وطبعا احيانه شكله بيبقى اختلف من نوع بوردة للتانية او موزرب بوردر التانية هنجي على كلمة USB اه اللي هو بقى اسم الUSB او نوع الUSB بتاعك تمام بس اتيجي على كلمة USB اللي راح دايسين عليها ساعة تما تفتح لازم تجيلك الصفحة ديه طبعا في الصفحة دي بيقول لك اه لو انت اول حاجه بيقول لك try open to وا مول شو serving يعني اول واحد اللي هو ده تقدر تجرب النسخة بتاع例えば open to تمام اللي اثاني دي هي انت تقدر تستطى بالنسخة عادي جدا و هو هي check disk يعني اللي هو و هو سائز والعلات كلها فاجنا ring واحدة تمام على اساس ان انت تقدر تجرب النسخة على الفلاشة قبل ما تسطبها ودي حلوة نظام او نظام لانيكس بشكل عام وطبعا بعد ما خلص يكون عندنا بالشكل ده اه هنا بيقول لك الاول كيبورد شورت كات اللي هي مسلا بيقول لك الاقتصارات بتبقى عندك في الواجه هكده تقدر تفهم ان دولين دي كلها ماشي ازاي فعموما النسخة لو انت جربت جهاز ماك او كينتوتش او نظام او اس اكس تمام اللي هو الخاص بشركة ابل اذا كان ماكبوك او ايبوك هتلاقي ان متطابقة او قريبة بشكل كبير عن بعض يعني تمام فهنا بيجيب لك النظام بشكل عام تقدر تشوف النظام بتاعك مثلا فيديوز ميوزيك حتى كمان تقدر تشغل اذاني فيديوز تشوف المالبوكس اللي هو التكس او اديتور يعني تقدر تكتب وتعمل زي زي وورد بالزبط تمام عندك بها اللي هو مسلا هنا لو انت عايز تعمل استيل او تستطيع هنا عندك الفايل تقدر تشوف مثلا المالفات بتاعتك عندك هنا البيانات تمام براتشونات كلها هنا تقدر يعني وتتصفح كلها زي ما انت عايز اا طبعا تبقى عندك بشكلها غريب شوية شكلها غريب شوية مش زي ما انت متخيل في دي ويندوز لا تبقى مسلا شكلها بالشكل ده هنا عندك ده الفاير فوكس تمام تقدر مسلا تحمل يعني هو بيبقى متسطى بتلقائي مع نفس الفاير فوكس بيش محتاج منك اي تدخل تمام بعد كده طبعا اا عندك بقى الحاجات التانية دي ان شاء الله كل ده هنشرحه قريب جدا عندك كان اللي هو الماركت او الماركت الخاص بالنسخة نفسها فده اا ده انت تقدر تحمل منه تطبيقات وعندك كمان تعريفات اا اا اللي هو كارك شاشة الفادا اكس سيرفر عندك حاجف كتير جدا زي ما احنا قلنا النظام ما بقاش عبارة عن نظام خاص بالبرمجة اللي بقى نظام تقدر تشتغل عليه بشكل كامل تمام افضل من اندز وافضل من اي نسخة ممكن تتعامل معه في حياتك هو نظام ان شاء الله هشرحه بشكل كامل في الشرحات الجاية لو اعجبك الفيديو اتمنى حضراتك انت ما تنساش تعمل لايك وبالجانب ما تنساش اشترك في القناة واتمنى لو في اي حاجة تسيد تعليق تحت الفيديو او جوه الموضوع نفسه اللي هو الاكثر الرابط بتاعه تحت الفيديو هتخش وهتعلق جوه الموضوع نفسه لو في اي شي انا تحت امركم هاربنا عليكم ان شاء الله في كل شيء وححول ساعدكم بقية طريقة وطبعا عشان تخرجوا من نظام هتروح جاي هنا هو تمامي اللي هو الترسي دات راح جاي هنا على طمام هتلع لك الصفحة دي هقول لك هنا ريستارت او شوت داون انا عمال ان اختار ان انا مثلا عايز اعمل ريستارت او شوت داون اختار تمام? وهيقفل معي تلقائي دا كان موضوعنا النهاردة رابط بموضوع عجبكم انتظرون بإذن الله في موضوع جديد مع اللطيف ساعد من مدونة كريزي نت دا عجبك الفيديو لا تستطيع اشترك في القناة وده مهم جدا وانتظرون بإذن الله في موضوع جديد وسلام عليكم ورحمة الله بركاته اشتركوا في القناة